ابراهيم يا ابراهيم اتفضل يا ابراهيم انا في نعمة مدوم تبقى احمد ربنا وسامع صوت حضرتك والله اتعجل ان ما بشوفك الايه الله يسترك اتفضل يا ابراهيم ايوة طبعا اتفضل يا فندي ما فيش عشرة لان يوم العاشر يوم عيد وصيام يوم العيد حرام واللي عايز يصوم التسعة الله يحييه بس ما يقولش ده الدين الاسلامي الدين الاسلامي فيه سنة اسمها صيام يوم عرفة للقادر عليه واللي مش قادر يفطر يوم عرفة افطر النبي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وصام يوم عرفة وفيه حديث صحيح فيها تكفر سنة قبلها وسنة بعدها اللهم امين لكن صيام واحد اتنين تلاتة اربعة قمسة ستة سبعة تمانية اسمه تتابع الصوم تتابع الصوم والحديث اللي عندنا يهل الله اسمه ما من ايام العمل الصالح فيها احبه الى الله من عشر العمل والعمل يعني يتطلع جنيه الجنيه اهم من صيام تسعة تيام لو بتسألني وانا مسؤول قدام ربنا اصوم التسعة ولا اتصدق بخمسة جنيه انا اقولك الخمسة جنيه احسن من صيام التسعة الصداقات وافضل العبادات اكل واحد خدنا ايه من صيامك احنا لما انت شغال في العبادة المجانية عشان مش هتدفع فلوس فيش حاجة اسمه صيام التسعة فيه حاجة المسلم لازم يعرف دينه دين المسلم ايه رمضان فريضة تلات يام من كل شهر سنة ستة من شوال بعد رمضان سنة اي حاجة بعد كده سنة اي حاجة الفريضة اللي عليك وجبة لو كنت قادرا رمضان